تعودنا على قرارات هويوفيرس الغبية وأنهم دائماً يجيبون العيد ولكن هذه المرة اتخذوا قرار مرة غبي ممكن يدمر حماس أغلب اللاعبين للفترة الجاية من اللعبة ورح يضور أغلب اليوتيوبرز نحن تعودنا دائماً مع كل باتش من بداية قنشن يكون في شخصية جديدة ولكن الموضع مختلف مع الباتش هذا والباتش الجاي الباتش الجاي ما رح يكون في شخصية جديدة وحتى إذا تروحون على تويتر وتشوفون هويوفيرس ما أعلنوا عن بطاقات شخصيات جديدة وحتى إذا تروحون تشوفون أحصايات اللعبة فبالشهر هذا والماضي هو أسوأ شهرين في تاريخ جنشن إمباكت من ناحية الأرباح ومن ناحية عدد اللعبين اللي يدخلون ما رح يجيبون جزر الأرخبيل أو جزر التفاحة الذهبية نفس كل باتش أنتم متخيلين نزلوا غابة تشويق الأكثر مدينة متطورة في اللعبة والفيديو كامل موجود في أول تعليق